السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بزل الشيخ كنت في زيارة للجزيرة عبا فهو المرة في حياتي مشي الجزيرة عبا فواحد من ابن المنطقة قال لي يا أخنا مشي نزور المسجد بتاع المعمل المهدي فمشيت خشيت المسجد فلقيت في زي رسالة أو هنا قالوا دي بيخط المهدي فأنا لما حاولت أقرى فوقا والله يا جماعة يشهد الله الكلام المكتوف فوقا ما قدرت أتم الرسالة للنهاية إن أنه الكلام الفي يعني زي ما قالوا العقل ما بيصوروا وكلام ذاته يعني جرح للدين ويعني نفاقه يعني ما تفهمه ذاته شنو دي واحدة الشي التاني يعني بزل الشيخ أنا قمت صليت في المسجد وبعد ما صليت صلاة العصر جاي مارك لقيت في غبر وراء سألت أيا ما عدى غبر قال لي ده غبر فأمرك تبيت معارف أنا تاني عما شنو هل صلاطي صحيحة ما صحيحة فقمت أمرك تما شيت بره أنا ما سألت قلت لأي أسمع الرسالة دي شنو قال لي الرسالة دي من الرسالة بتعت المهدي قلت لأي أخو ما عمو كنت تبرقها من المسجد قال لي يا زو الله خطه مر كان مرقة الرسالة دي لن تبرق مع رقبتك قلت لأ أخو قل لك حاجة أوكي جابت لها كلام زيدة خلي الرسالة دي جوه ومارقة أنا اللي حقني بره قال لي يا زو تبتقابل مالك قلت لأي أخو ما أبقابل أمدر أنصحك يا أخو الرسالة دي وكمبي الطريقة دي إن شاء الله خطها بره لكن ما تخطها في المسجد دي واحدة الشيء التعني قلت لأي أخو ناسكم لي متمسكين بالرسائل دي وبالهناء قال لي يا أخي قعب من كده قال لي يا أخي أنا عندي حبوبتي العين الصعبة ما بتفبل شفت في المهدي ده خطة حمر عادي ممكن تكندرتك عطل أبي عطلو لك ما تظلم أ� deme أقول لي يا أخي أنا يعني أيها أخي أنا حبوبتنا سألنا في حاجة تückenه مهScript قال لي الحاجة متحلفة بالمهدي لأي أحلفه بالله يا أخي أنا قال لي أخي لا أحلف بالمهدي يظهر كلام دي التجادف والله نجابه قال لي أخي ثاني إجي السالدةfrei ما أشذا قلت له يا أخو حات أبو يا المهدي ما فقال له يا دكتور أختبيرة قلت له يا أخي إنتي ما عندي خبر أبوك المهدفات الحاج قلت له أنا أحريب بالله لحدي ما المهدي يجي يعني ذي كلام ذون مباشر أنا أي كلام دان بقوله وما أضحك ولا حير الله بظن منه يوم الغيام أنه حنزل في غبر ما دار أنا أقول كلام وما مزال معنه ودار أعرف أنه مثلا زي الحبوبات أو زي الناس المتمسكين دار يعني تفهم معاون كيف التعاون معاون كيف بالرفق ما بتقدر تكلم معاون طيب أول حاجة يا جماعة دي من مظاهر تقديس وتأليها البشر صراحة في البلاد وفي كثير من بلدان العالم يعني ما حتى بلدنا دي بس بيقدسوا بيأله شيوخ الطرق والأسياد اللهم بيسموهم أسياد وينصبوهم أولياء وينصبوهم صالحين براهم بينصبوهم صالحين يعني لا لقوا آية لا لقوا حديث قلت لهم فلان بتاعكم ده صالح أو فلان بتاعكم دولي براهم كذا نجروا من رأسهم جعلهم صالحين وجعلهم أولياء وجعلهم آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وده كلام باطل من أبطل الباطل والرسل الأنبياء ما جاءوا إلا لمحاربة مثل هذه الأشياء في المقام الأول كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت فمن مظاهر التقديس والتأليه إن كتابتهم ورسالتهم باعتبرها دي زي القرآن زي القرآن وده باطل يا جماعة المفروض اليقدس هو كلام الله سبحانه وتعالى ويحترم ويعمل به يطبق في واقعنا يطبق لكن صرفوا الناس عن تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى بتطبيق كلام البشر إذا كان شيخ التجانية قال إنه عنده صلاة نجر من رأسه كلام يعني نجر من رأسه كلام قال ده إذا قريت مرة وحدة زي ختمت القرآن ستة ألف مرة سمعه صلاة الفاتح وده كلام كفري بالله سبحانه وتعالى لأنه ما في كلام أفضل من كلام الله ولا في كلام يساوي كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى فدي من المظاهر من المظاهر أيضا دفنهم في المساجد زي ما الأخ حكى وما يجوز تصلي في مسجد في وقبر كان قدام كان وراء كان بجنب كان يمين بعض العلم أبصلوا لكن الصحيح أي مسجد فيه قبر كان وراء لا قدام ولا يمين ولا شمال ما يجوز تصلي فيه لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام شوف ساوى المقبرة والحمام الآن يجوز لأزول يصلي جوى الحمام محل ببول أيضا صلي صلاة ما لا باطلة لا ما باطلة باطلة كذلك الصلاة في المقبرة والمقبرة في المسجد والمسجد في المقبرة باطلة بل العلماء قالوا أشد بطلانا من الصلاة داخل الحمام ذاته لأن الحمام ما بزول بيأله مع الله لكن بيأله القبور والقبب بتاعت الناس اللي بيقولوا صالحين وأولياء بيألهوهم مع الله عز وجل ويشركوهم مع الله سبحانه وتعالى وربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أما الحليفة بهؤلاء الناس ما بيجوز الحليفة بالرسول عليه الصلاة والسلام ما بتجوز النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك وآخر حاجة قال الأخ سؤاله إنه التعامل معهم كيف إذا كانوا ناس كبار حبوبة جد راجل كبير بتطلطوا في جماعة يا حبوبتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يستحلف إلا بأله ما تحلف يزول لا بالمهدي ولا بالكباشي ولا بالمكاشفي أحلف بأله براه وده كلام نبيك مش بتحبي النبي يا حبوبة تحبيه لو بتحبي بحبه إذا بتحبي اسمعي كلامه الرسول قال كده إنت في النهاية بتعمل العليك ممكن ربنا يريد يهديه ممكن ربنا يريد ما يهديه إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي ما يشاء لكن إنت الواجب عليك تعمل العليك تنصحها 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 لحد ما يتموت أو يتموت إن صلحت لئي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ما إن صلحت عملت شنو إنما عليك البلاء وربنا قال لست عليهم بمصيطة جزاكم الله خير ونلتغي الأربح القادم الزمن فات وبارك الله فيه ترجمة نانسي قنقر